واشتركت لجنة التحكيم بهذا التحدي نتركهم يسجلون ملاحظاتهم ويدونون الملاحظات اللي شاهدوها على اللاعبين بالميدان وانتقل لكابتن حبيب كيف شاهدت تزديد اللاعبين والسيطرة على الكرة وأنت قريب منهم هذا التحدي طبعا من التحديات الجيدة جدا اللي هي شوت يعني تهيئ اللاعب يهيئ الكرة نفسه ويشوت لكن بعد ما دخلنا لجنة التحكيم يوصلون كرات هم كانوا متواطئين ويلاعبين بصراحة اكتو مواطئ ايه يطوم باصات يعني مقوية خلف الله عليك حبيب هو التحدي لازم يكون باص قوي حتى نشوف سيطرة اللاعب حتى نشوف سيطرة اللاعب ايه والله اللاعب اذا تطيع على كيف اكيد راح يسيطر هي احنا محاوطينها بدائرة داخل الدائرة هو شوت انا كابتن كريم يطيل على كيف وحتى يسكي لا اعنى شف تخيمة غير موفق خاف ما يوصلون كابتن ايه جوز كريم ما يوصل تزديد ايه لان شفت اللاعبين لا جيد جدا يعني الاربع لاعبين تزديدات جيدة جدا لكن مو تركيز يعني مو شوت على زاوية محددة حتى يقدر يسجل بس مجرد قوة للأمام يعني اي حارس يقدر ممكن يطلع هذا هذا للأمام شوفت اللاعب محمد اذا ذكرت الحارس رأيك بالكابتن محمد كاظم حارس المرمى بهذه الفقرة اليوم هو ما كان موفق محمد يعني دخلوا عليه تقريبا 16 هدف ماشق يعني واصد ولا واحد كابتن كريم بالاضافة الى ملاحظات كابتن حبيب بانه بعض المناولات كانت خفيفة لكن ايضا ما سيطروا عليه لا انا اتعامل مع الكرة كزميل مو كخصم يعني من انطي الكرة منطيها الزميل بس فيها نوع من الصعوبة حتى نختبرها لانه طالما تحت الاختبار فانطيه كرة بحيث يبذلجوها تيسا في لخماتها ممكن ان تكون سهلا يعني تولف طالما وتحت الاختبار لربما مفقد التركيز بهذا الموضوع فالشباب كانوا رائعين جدا بالكنترول بالشوت دائما كانوا يركزون على الشوت في القوة ما كانوا يركزون على الدقة والدليل مثلا علي كريم من ثمان كرة سجل هدف كذلك هاني من ثمان سجد يعني دائما شوتهم قوي عند محمد ما شاء الله عليه محمد كان شوته رائع جدا كراته كان اللعب بالجانب قدر يسجل خمس اهداف من ثمان كراتها تحسب شيراء جدا مرتضى محمد له منه لا علي محمد علي محمد سجل خمسة خمس اهداف من ثمان محاولات حسبة جيدة نسبة عالية جدا فقط اليوم الحقيقة نكون واقعين اليوم محمد الحارس ما شاء الله عليه من ثمان كرات يدخل هدف نسبة عالية وأكثر من لاعب ترجمة نانسي قنقر